استراحة ما بعد مخاض التأليف تشهدها نهاية الأسبوع الحالي قبل أن تنطلق أولى الخطوات الحكومية العملية مطلع الأسبوع الطالع غداة التأليف أبدى رئيس مجلس النواب نبيهبر ارتياحه لتشكيل الحكومة وأبلغ موقع الانتشار أنه ابتداء من يوم غد الاثنين ستنطلق إلى العمل آملا أن تتوفق لما فيه خير اللبنانيين ومشيرا إلى أنه متفائل بما ستحمله المرحلة المقبلة الانتلاقة الحكومية ستكون باكورتها جلسة تعقد قبل ظهر غد في قصر بعبدة ويجري خلالها تشكيل لجنة مهمتها صياغة البيان الوزري الذي يفترض أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسه وبعد جمع شمل الوزراء في الجلسة يسارع هؤلاء إلى البدء في تسلم وزاراتهم من أسلافهم لبدء العمل وبحسب المعطيات المتوافرة فإنه من المتوقع أن يعكف الوزراء على دراسة ملفاتهم بسرعة نظرا إلى الحاجة الملحة لاتخاذ قرارات جريئة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد باشر عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في إطار مناقشة تصوراتهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة والتحضير للبيان الوزارية على أن هذا البيان لا يبدو أنه سيثير خلافات كبيرة بحسب المعلومات التي أضافت أنه سيغلب عليه الطابع الاقتصادي والتقنية هذا الواقع عكسته تصريحات للرئيس ميقاتي قال فيها أن الوقت ليس وقت الاحتساب السياسي بالنقاط أو بالحصص وإنما وقت إطلاق ورشة عمل للنهوض بلبنان من أزماته في العمل على إنجاز ملفات أساسية تتعلق خصوصا بالكهرباء والمحروقات